أحبطت إدارة مكافحة المخدرات محاولة لتهريب 650 ألف حبة مخدرة أخفيت داخل حجر بناء بعد ضبط مركبة الشحن التي كانت تحملها عند أحد المعابر الحدودية وقال ناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن معلومات وردت للعملين في إدارة مكافحة المخدرات حول أنية مهربين إدخال كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر أحد المعابر فجرت تنسيق مع الأجهزة الأمنية والجمركية لضبط مركبة الشحن فور وصولها وأضاف أنه فور دخول المركبة المشتبه فيها والتي تحمل لوحة أرقام عربية ضبطت وكانت محملة بحجرة للبناء وبتفتيشها بدقة عثر على 650 ألف حبة مخدرة أخفيت بطريقة سرية في ألواح الحجرة